تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله التقرير السنوي لأعمال مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقادة الثاني من الفصل التشريعي الرابع جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الاسخير هذا اليوم معالي سيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب ومعالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من عضاء المجلسين الذين رفعوا لجلالته التقرير السنوية وخلال المقابلة أثنى صاحب الجلالة حفظه الله على الجهود الموفقة التي يبذلها رئيس وعداء مجلسي الشورى والنواب في خربة الوطن والمواطن مؤكدا جلالته وهمية الدورة لتطلع به السلطة التشريعية في ترسيخ المسيرة النيابية ومساهماتها المثمرة في النهضة التنموية الشاملة منويا جلالته بالإنجازات الوطنية المهمة التي حققها المجلسان ودورهما الفعل في تبني قضايا المجتمع البحراني وتطوير القوانين والتشريعات وترسيخ أسس دولة المؤسسة والقانون وبدور المجلسين في الدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه في كل المحافل والهيئات كما شهد زلالة الملك المفادة بما تضمنه تقريري المجلسي الشورى والنواب من إنجازات وأفكار بناء لتطوير الأداء التشريعي ورقابي متطلعا في الوقت ذاته إلى دور العقاد المقبل لتحقيق المزيد من المكتسبات التي تصب في دعم المسيرة الوطنية من أجل خير وتقدم البحرين ورقيها ورفاه شعبها الكريم هذا وشر جلالته خلال اللقاء إلى ما تشهده البحرين من خصوصية عرفتها منذ مئة السنين وتعايشت مع عليها الأجيال وهي ميزة تبعث على الاعتزاز والفخر وتتمثل في احتفاظ مجتمعنا الواحد بقدرته على حماية لحمته الوطنية واحترامه لتنوعه الديني والمذهبي وقد وضح جلالته على أن تلك القدرة على التعايش والتسامح وقبول واحترام الآخر هي ليست وليدة اللحظة بل جاءت متدرجة مع البناء الحضري الذي شهدته البلاد على ماري مئة السنين مؤكدا جلالته على ضرورة الحفاظ على تلك القيم الإنسانية السامية النابعة من طبيعة الإنسان البحريني الذي عرف بمدافعته المستمرة عن السلم والتأخي والبئام وكانت سببا في تقدم البحرين وتحضرها هذا وعبر جلالته في معرض حديثه عن سعادته واطمئنانه لما تشهد البحرين من حرية كبيرة على مستوى ممارسة الشعائر الدينية دون أي شعور بفرقة أو تميز مهما تعددت الديانات والمذهب واعتبر توفر هذا الأمر سببا في ارتياح أهل الديانات المختلفة الذين يمارسون شعائرهم بأرياحية واطمئنان وتقديرهم للمستمر لذلك والذي قل ما نجد بثيله في العديد من دواد العالم كما شدد صاحب الجلالة على ضرورة أن لا يسمح لأي جهة خارجية باستغلال تنوعنا المذهبي وبث الفرقة فيما بين أهل البيت الواحد الأمر الذي تنبذه بل تحرمه شريعتنا الإسلامية الغراء مشيدا جلالته بما تتيحه دولة القانون من سبب عدة لحماية وترسيق الحريات الدينية وعدم سماح بالمساس بها وتوجه جلالته بشكر والامتنان لقوات الأمن في حفظ أمن المواطنين والمقيمين خلال أيام عشراء كما أعرب عن شكره للمأتم والقائمين على خدمة الأهالي في هذا الموسم حيث أشاد بجهودهم الواضحة على صعيد حفظ السلم الأهلي وحسن التنظيم لهذه المناسبة معربا جلالته عن اعتزازه بجهود الجميع التي تؤكد بأن ما يجمع هذا البحرين أكبر وأكثر بكثير مما يفرقهم وأن إيقاظتهم ستظل الحسن الحصي لسلامة وحدة البحرين كما تطرق اللقاء إلى القضايا التي تهم أشأن المحلي وتخدم الوطن والمواطن وسبل الارتقاء والعمل المؤسسي وتطويره وصولا إلى الأهداف وتطلعات المنشودة متمانيا جلالته للسلطة التشعية بمجلسيها رئيسا وعضاء كل التوفيق في تحمل هذه المسئولية الوطنية معربا جلالة العهد المفادة عن اعتزازه بعطاء ابناء مملكة البحرين لوطنهم وكفاءتهم وسعيهم المخلص المحافظة على مصالحه وحدته الوطنية ونسجه الاجتماعي وجاء في تقرير مجلس الشورى فعاليات بالإدارة العقاد واختصاصات مكتب المجلس ولجان النوعية دائمة بالمجلس إضافة إلى مناقشات المجلس لمشروعات القوانين والميزانيات العامة وحساباتها الختامية والاقتراحات بقوانين والمراسيم بقوانين معززة بجلاول تفضيلية ورسوم بيانية مقارنة أما تقرير مجلس النواب فقد أشار إلى الإنجازات التي تحققت من الموضوعات التي نقشها البرلمان كمرسيم بقانون ومشاريع بقانون ومقترحات بقانون ومقترحات برقبة وأسئلة برلمانية موجهة للوزراء إضافة إلى ما أصدره المجلس من بيانات سياسية تناولت في مجملها موقف المجلس تجاه مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية